المشاهدين تقريبا وصلنا إلى نهاية الحلقة أم سوري أكون عندي حسين وفادي وجورج ونبيل وموسى وشذا ما أقدر أخذكم لكن راح نطهي كل واحد من عندكم دقيقة حتى كخلاصة نختم الحلقة عن هذا الموضوع عن تحريف القرآن بين الأدلة والبراهين في دقيقة وحدة دكتور محمد أنا مش هتكلم تاني عن التحريف أنا هتكلم عن رائحة المسيح الذكية أنا هتكلم عن كيف تذوقنا المسيح أنا هتكلم عن كيف محمد كان يغار من المسيح وأخذ كل شيء جميل قاله المسيح واغتصبه لنفسه والمسيح على الصليب وبيخنوه اللي شفاهم واللي أوامهم من الموت واللي تفوا عليه وبسقوا عليه واللي لبسوه شوك الأكليل من شوك ويقول لهم اغفر لهم يا أبتي فإنهم لا يعلمون ما يفعلون وبعدين يقول لك قد أكمل يجي محمد في لحظة عجيبة في الزمن يسرق هذا ويزعم أن هناك آية اسمها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المسيح وصل إلى هذا بالصلب بالفداء ومحمد وصل إلى هذا المعنى بالاغتصاب شكرا دكتور عماد أندي دقيقة أرجوك أوكي هاخد دقيقة في نص دقيقة الكلام اللي أنا قلته واضح جدا أن أعمادة الدين الإسلامي قالوا كده وأذكرك بالكلمة اللي قالها محمد ابن أبو بكر السديق اللي تربى في بيت علي بن أبي طالب تربى في بيت علي لأن أبو بكر مات وعلي تزوج اللي كان متزوجها أبو بكر أسمها بنت عميس الخصعمية وربها علي وربها محمد محمد قال لعثمان بوضوح نقتلك لأنك غيرت كتاب الله أقوى دليل في ابن كثير الجزء السابع الحاجة التانية نص دقيقة التانية الوحدانية واضحة في الكتاب المؤدس المسيح قال الرب إلى هنا رب واحد ما إني يا أخي المسكب وهننقص بعدين السلوس هنا واحد في واحد في واحد بواحد طبيعة الوحدانية مش العدد طبيعة الوحدانية هل هي وحدانية زي الألم وحدانية مجردة ولا وحدانية جامعة أزيع على الأقل يعني زي وحدانية الإنسان اللي هو الجسد ونفسه روح ولكنه إنسان واحد نتكلم في السلوس على طبيعة الوحدانية ما بنتكلمش على العدد والرب معاك وأشكر الشخص اللي تكلم وانتقدني بس أنا متأكد من كلامي أشكرك أشكرك أخ محب هنهار نص الكتابي أنا قد جئت نوراً مش أنا محب لا شخص ربنا يسوع المسيح أنا قد جئت نوراً إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكس في الظلمة فهيا أترك ما أنت فيه من ظلام واطبع النور الحقيقي ولإلهنا وكل المد أمين أنا أشكركم دكتور محمد رحومة دكتور حماد نزي أخ محب ربي بارك فيكم أشكر كافة الأخوة اللي تصلوا وأخيراً أقول أنه ولو موضوعنا كان القرآن أو تحريف القرآن يعني الهدف الرئيسي ومو أنه أن ننتقد المسلمين أو أحبان المسلمين لا بالعكس نحن بس نريد نبين لكم أنه هذا الكتاب هو الوحيد وحي الله هو الوحيد كتاب الله كلام الله لكن الرب يسوع المسيح قال أنه سيأتوا بعد أنبياء كذبة لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة آيات كبيرة وعجائب حتى يظلوا لو أمكن المختارين أيضاً أشكركم عزيزي المشاهد الرب يسوع المسيح هو ابن الله الحي الله المتجسد نزل من السماء من خلال مريم العذراء وبالروح القدس حتى يتجسد حتى يصعد إلى الصليب حتى يموت من أجلك ومن أجل أنا حتى يغفر خطاياك وخطاياك أنا إذا تقبله كرب ومخلص الرب راح يغفر كل خطاياك ويسجل اسمك في سفر الحياة وتقدر يعني تقتنع بهذا الكلام من خلال كتابه من خلال ولادته العجيبة من خلال ألقابه حتى في القرآن معجزاته وعصمته عن الخطيئة إذا تقبله ستنال الحياة الأبدية أنا أشجعك أن تبحث وتقبله وتقرأ الكتاب المقدس إذا عندك أي سؤال اتصل بنا بالآرامية ونحن في بكل محبة نحاول أن نساعدك أشكركم وأشكر كافة الأخوة التي تصلوا والخدام وراء الكاميرات والخدام أمام الكاميرا الرب يبارك فيكم غدا موعدنا مع برامج أخرى مع الخدام وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر